السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درس جديد من دروس الرياضيات واحد ثلاثة للسنة الأولى المشتركة في نظام المسارات للفصل الدراسي الثالث اليوم الشهر سيكون درسنا هو معادلة الدائرة في الجزء الأول أنا صالح شميلة إبري معلم الرياضيات ويشاركني في لغة الإشارة مشكورا الأستاذ بجر الحمود كما تعودنا سابقا لابد أن نعرف علاقة هذا الدرس بالدروس الماضية أيضا أهدافنا ورح نأخذ إن شاء الله في هذا الدرس مفاهيم أساسية ونحضر عليها بعض التمارين المهمات تعالوا نستعرض أولا أهدافنا في هذا الدرس وعلاقة الدرس هذا بالدروس الماضي إذن فيما سابق درسنا كتابة معادلة المستقيم ومثلناه بيانيا في المستوى الإحداثي هذه تعتبر مهارة سابقة أخذناها اليوم إن شاء الله في هذا الدرس رح نكتب إن شاء الله معادلة الدائرة وهذا هادفنا في هذا الدرس الهدف الثاني سأمثل الدائرة بيانياً وين في المستوى الإحداثي إذن الهدف الأول هو كتابة المعادلة للدائرة والهدف الثاني هو تمثيل الدائرة بيانياً في المستوى الإحداثي بينما مصطلحاتنا الجديدة هي الصيغة القياسية لمعادلة الدائرة هذه هي مصطلحة جديدة في هذا الدرس فقرة لماذا؟ تستعمل أبراج الاتصالات الهدفية إشارات الراديو لبث مكالمات الهواتف النقالة ويغطي كل برج منطقة دائرية وتصمم الأبراج بحيث تلتقط إشارات البث في أي مكان ضمن منطقة التغطية الآن نشاهد هذه الأبراج وهذه الأبراج طبعاً الأبراج التي لدينا هذه نشوفها فيما يتعلق بأبراج التغطية للشركات طبعاً تعتبر الأبراج هذه والأبراج تعتبر هي يعني بث لموجات الراديو التي تمكننا من الاتصال بشبكة الهاتف والإنترنت طيب هذه هي الأبراج تغطي منطقة دائرية يعني معناها أنه في دائرة صح ولا دائرة وفي عندي قطر وفي عندي نص قطر وفي عندي مدى لتغطية هذه الأبراج شبكة الاتصالة ولذلك رح أسأل نفسي سؤال أين يوضع البرج بالنسبة للمنطقة الدائرية التي سيغطيها يعني لما أجي أنا أشوف البرج هذا وأبغى حطه في مكان ما أين يوضع لكي أغطي المنطقة اللي أبغاها يعني أنا أبغاها في منطقة معينة ممتاز البرج هذا أين نحطه نحطه على اليمين نحطه يسار نحطه فوق تحت ونحطه في موقع أساسي نحطه أين نحطه في مركز التغطية أو مركز المنطقة اللي ودنا يبث من خلالها هذه الأبراج إذن السؤال الثاني اللي أسأل نفسي من خلاله ماذا تمثل المسافة بين البرج وأبعد نقطة يصلها بث البرج المسافة تعتبر نصف قطر الدائرة من مركز البث إلى محيط المنطقة هذا يسمى نصف قطر الدائرة وقلنا حنا سابقا أن نصف قطر الدائرة هي قطعة مستقيمة طرفها يقع في المركز والطرف الثاني يكون على الدائرة تعالوا نأتي إلى معادلة الدائرة بما أن نقاط الدائرة جميعها تبعد مسافات متساوية عن مركزها فإنها يمكننا إيجاد معادلتها باستعمار صيغة المسافة بين نقطتين أو نظرية في ثغورس نشاهد هذه الدائرة XY هذه واضحا أنها نقطة تقع على الدائرة ومركزها هنا سيكون لدي مركز الدائرة هو نقطة الأصل صفر صفر إذن يمكننا أن نستعمل نظرية في ثغورس لنجد أن معادلة هذه الدائرة هي X تربيع زاعد Y تربيع يساوي أيش يساوي R تربيع يعني ليش أننا جبنا R تربيع هنا وهو نصف القطر R تربيع معناها أنه X تربيع يساوي X تربيع زاعد Y تربيع ممتاز؟ إذن هذه هي معادلة الدائرة التي مركزها نقطة الأصل اللي هي صفر صفر ماذا لو كان عندي المركز ليس نقطة الأصل ولنسميه HK إذن إذا لم يقع مركز الدائرة عند نقطة الأصل ولكن عند النقطة HK سيكون عندي تمثيل أو سيمكننا أن نستعمل صيغة المسافة بين نقطتين لكي نحصل على معادلة هذه الدائرة لاحظوا معي D يساوي الجدرة التربيع لX2-X1 لكل تربيع زاعدا Y2-Y1 لكل تربيع طبعا هنا سيكون عندي هذا هو صيغة المسافة بين نقطتين بينما لما أجي أعوض بالـH والـK أنا فرضت أنه عندي نقطة X وهنا Y نقطة X و Y أو X1-Y1 هي H و K ما كانت صفر صفر إذا ستكون لصيغة R يساوي الجدرة التربيع لX-H لكل تربيع زاعد Y-K لكل تربيع لما أجي ربع الطرفين يتكون عندي معادلة الدائرة R تربيع يساوي X-H لكل تربيع زاعد Y-K لكل تربيع إذن المفهوم الأساسي لصيغة المسافة أو لصيغة القياسية لمعادلة الدائرة صيغة القياسية لمعادلة الدائرة مركزها H و K هو طول نص قطرها R هي ماذا؟ هي X-H لكل تربيع زاعد Y-K لكل تربيع يساوي R تربيع إذن هي الصيغة القياسية لمعادلة الدائرة طبعاً تسمى هنا صيغة إيش؟ تسمى صيغة المركز و نصف القطر نجري هذا المثال مثال واحد عن كتابة معادلة الدائرة باستعمال المركز و نصف القطر أكتب معادلة الدائرة في كل مما يأتي مركزها عندها واحد وسالب ثمانية و طول نصف قطرها سبعة ممتاز القانون عندي هنا X-H لكل تربيع زاعد Y-K لكل تربيع يساوي R تربيع لاحظ معي لازم نشاهد أو لازم نركز على أن ال-H وال-K كم تساوي نلاحظ أن في هذا السؤال نلاحظ أن ال-H واحد وال-K هو سالب ثمانية وال-R عندي نصف القطر كم؟ سبعة إذن نعوض بالقانون X-1 الكل تربيع زاعد Y ناقص القانون والثمانية هنا بالسالب والتالي Y ناقص سالب ثمانية الكل تربيع يساوي إيش؟ يساوي سبعة تربيع الآن نقوم بتبسيط هذه العبارة X-1 الكل تربيع زاعد Y لاحظ معي عندي إشارتين هنا ناقص القانون وهنا سالب للثمانية يطلع عندي إيش؟ لما أضربهم بعض يطلع عندي موجة وبالتالي Y زاعد ثمانية لكل تربيع وربع السبعة راح يكون كم؟ تسعة وأربعين نقوم الآن بمعرفة هذه أو نقوم بالسنتاج أو نقوم في النهاية ونقول أن هذه هي معادلة الدائرة التي مركزها واحد وسالب ثمانية وطول نصف قطرها كم؟ طول نصف قطرها كم؟ سبعة طيب تعالوا نشوف السؤال اللي بعده طبعا فيما يتعلق بتحقق من فهمك يقول لك اكتب معادلة الدائرة في كل مما يأتي A واحد مركزها نقطة الأصل ونصف قطرها كم؟ جدر عشرة طبعا هنا معطيك أن نقطة الأصل هي ومركزه بالتالي H راح يكون صفر والK راح تكون كم؟ راح تكون صفر نصف القطر الR عندي هنا كم؟ جدر عشرة دعونا نقوم بكتابة معادلة الدائرة X نقص H لكل تربيع زائد Y نقص K لكل تربيع يساوي R تربيع هنا فيما يتعلق بمعادلة الدائرة طبعا المركز عندي هو صفر وصفر وبالتالي راح يكون X نقص صفر لكل تربيع زائد Y نقص صفر لكل تربيع يساوي إيه؟ يساوي جدر عشرة تربيع لاحظ معي لأنه ماذا؟ لأن الأصل عندي صفر وصفر وبالتالي H راح يكون صفر والK أيضا راح تكون كم صفر هنا الR بكامل R بجدر عشرة نقوم الآن بتبسيط هذه الصورة وهذه العبارة X نقص صفر راح تكون X Y نقص صفر راح تكون Y وبالتالي X تربيع زائد Y تربيع يساوي إيه؟ لاحظ معي التربيع مع الجذر تختصر راح تكون X تربيع زائد Y تربيع كم يساوي؟ يساوي عشرة لاحظ معي لباظر أحيان قد لا يعطيك مثلا ما يعطيك نصف القطر ويعطيك النقطة قد أن التستنتج النصف القطر ويعطيك النقطة من الرسمة وبالتالي ما تغير عائنا شيءUND فقط راح نستنتج نصف القطر من الرسمة أيضا راح نستنتج ماذا؟ راح نستنتج المركز أو المركز الدائرة من أيضا الرسمة لاحظ معي هنا في هذا السؤال أيضا مركزها أربع سالب واحد وقطرها كام تمانية بنفس الطريقة طبعاً منطقي كلمركز هنا أربعة إذن ال-H بأربعة وال-K بسالب واحد والقطر عندي بثمانية ركز معي هنا القطر بثمانية وبالتالي القانون فيه R نصف القطر وبالتالي راح أجيب نصف الثمانية راح أكون أربعة إذن ال-R يصل عندي ال-R يصل عندي أربعة وال-H بأربعة وال-K بسالب واحد تعالوا نشوف القانون X-4 الكل تربيع زائد Y ناقص لاحظ معي الكيمي كان بسالب واحد وبالتالي واي ناقص سالب واحد الكل تربيع يساوي كم أربعة تربيع تعود لنشوف ونبسط هذه العبارة راح تكون إكس ناقص أربعة لكل تربيع وعندي هنا إشارتين سالب لما أجزت ربهم ببعض يطلع عندي إيش؟ يطلع عندي موجب وبالتالي واي زائد واحد لكل تربيع ومربع الأربعة كم راح يكون عندي؟ راح يكون عندي 16 دعوني نشاهد هذا المثال الثاني اكتب معادرة الدائرة في كل مما يأتي طبعا معطيك المركز وتمر بالنقطة سالة بستة وسبعة هنا لم يعطيك نصف القطر وأبو القطر أعطاك مركز وأعطاك يمر بالنقطة وبالتالي أنا مجبور إني أجيب إيش؟ مجبور إني أجيب نصف القطر من خلال هاتين النقطتين تعالوا نشاهد كيف نجيب نصف القطر إذن الخطرة الأولى نوجد نصف القطر باستعمال الصيقة السابقة اللي أخذناها سابقا صيقة المسافة بين نقطتين الصيقة هي إيش؟ هي R يساوي الجدرة التربيع لـ x2-x1 الكل تربيع زائد y2-y1 الكل تربيع دعونا نقوم بإيجاد x1 والy1 من هذه النقاط والx2-y2 من هذه النقاط وبالتالي نعوض فيها بهذا القانون كما عوضنا سابقا بنفس القانون وافترضنا أن x1 هي سالب 2 والy1 هي 4 والx2 هي سالب 6 والy2 هي 7 وبالتالي سالب 6 ناقص قانون سالب 2 الكل تربيع ثم بعد ذلك ماذا؟ بعد ذلك 7 ناقص القانون 4 لازم تربع ممتاز إذن نشاهد هنا لما أجي أفك ما بداخل الجذر وأبسطه سيكون لدينا في النهاية جذر 25 وجذر 25 كم يساوي؟ يساوي 5 هذه الخمسة هي نصف القطر الأمامنا خلاص أنت عندك المركز وعندك نصف القطر بإمكانك أن تكتب معادلة هذه الدائرة باستعمال هاتين أو هذه المعلومات اللي هي نصف القطر الـ R والH بسالب 2 والK بأربعة وبالتالي نعوض بقانون بصيغة معادلة الدائرة X ناقص H لكل تربيع زائد Y ناقص K لكل تربيع يساوي ماذا؟ يساوي R تربيع إذن الـ H عندي بسالب 2 والـ K عندي بأربعة خلاص نعوض فيهم والـ R بخمسة إذن X ناقص سالب 2 هذا ناقص القانون وهذه السالب إشارة ماذا؟ إشارة الـ H بالتالي رح يكون عندي في هذه الصورة Y ناقص 4 لكل تربيع يساوي كم؟ يساوي 5 تربيع الآن نقوم بتبسيط ماذا؟ بتبسيط إذا شار في عندي إشارتين سالبة بجنب بعض بضروبات في جنب الجنب بعض رح يكون عندي إشارة موجبة بالتالي X زائد 2 لكل تربيع زائد Y ناقص 4 لكل تربيع كم يساوي مربع الخمسة بـ 25 وكذا أوجدنا معادلة الدائرة باستعمال المركز وأي نقطة تمر بها هذه الدائرة طيب يجي واحد يسأل يقول لي هل أنا باستطاعته أني أروح أجيب أي نقطة تقع علي هذه الدائرة بيعطيك رفس الحال؟ نعم لأن الدائرة تمر بنقاط مؤينة هذه النقاط تبعد بعدا واحدا عن المركز إذا من هذا المنطلق لو أخذت أنت أي نقطة تقع على محيط الدائرة وأخذت معها المركز وجبت فيها المعادلة في النهاية رح يكون عندي المعادلة وحدة لأنك أنت لم تخرج عن سياق محيط الدائرة لازلت أنت في محيط الدائرة بالتالي المعادلة لن تتغير في النهاية تعالوا نشوف السؤالة اللي عندنا أكتب معادلة الدائرة في كل مما يأتي لاحظ ما أعطيك هنا معطيك مركز ومعطيك نقطة تمر فيها هذه الدائرة إذن بإمكانك هنا إيجاد معادلة الدائرة باستعمال المركز والنقطة التي تمر عليها هذه الدائرة أولاً رح نجد نصف القطر من هذه الدائرة نصف القطر هو المسافة بين النقطتين 5 و 1 و 3 و 3 و 2 إذن R يساوي X2 نقص X1 لكل تربيع زائد Y2 نقص Y1 لكل تربيع جميعها تحت إيش؟ تحت الجدر نقوم الآن بالتعويض عن إيش؟ نقوم بالتعويض عن هذه القيام 5 نقص 3 لكل تربيع ثم بعد ذلك 1 نقص القانون سلب 2 لكل تربيع نقوم بإيجاد قيمة R هنا نصف القطر إذن رح يكون عندي R يساوي كم جدر 13 وهذا هو نصف القطر خلاص الآن عندك إيش؟ عندك نصف القطر بإمكانك إيجاد ماذا؟ بإمكانك إيجاد معادلة الدائرة التي مركزها ثلاثة وسلب 2 و نصف قطرها كم جدر 13 إذن نكتب المعادلة باستعمال هذه المعلومات التي أخذناها سابقاً إذن رح تكون عندي معادلة الدائرة X نقص H لكل تربيع Y نقص K لكل تربيع يساوي R تربيع هذه الصيغة التي أخذناها سابقاً الآن نعوض تعويض مباشر سيكون عندي X نقص ثلاثة الكل تربيع زاعداً Y نقص القانون وسالب 2 تبع الإشارة ممتاز الكل تربيع يساوي جدر 13 الكل تربيع ونشاهد هنا أنه لدينا إشارتين سالب ضربات البعض في النهاية رح تكون نيش رح تكون موجب والجدر 13 هذا مع التربيع في النهاية كم رح يكون 13 بينما X نقص ثلاثة لكل تربيع تنزل كما هي هنا لم نغير فيها أي شيء كذا أوجدنا معادلة الدائرة باستعمال مركز ونقطة تقع عليها أو نقطة تمر بها هذه الدائرة نأتي إلى تحقق من فهمك أكتب معادلة الدائرة التي مركزها خمسة وأربعة وتمر بالنقطة سالب ثلاثة وأربعة ممتاز أول حاجة رح نوجد نصف القطر باستعمال صيغة المسافة بين النقطتين طبعاً أنت بإمكانك أنك توجد المسافة بدون استعمال القانون يعني على طول أنت تختصر الموضوع تقول والله خلاص سالب ثلاثة ناقص خمسة الكل تربيع اتفقنا جميل إذن سالب ثلاثة ناقص خمسة الكل تربيع زائد أربعة ناقص القانون أربعة الكل تربيع اتفقنا وبالتالي تقوم الآن بإيجاد قيمة الار من هذه الصيغة وبكده نقوم بإيجاد الار وبالتالي هنا رح نوجد الار في النهاية سالب ثمانية تربيع ساعداً صفر الكل تربيع في النهاية رح يكون عندي الإجابة كام ثمانية هذه نصف القطر أنت الآن أوجدت نصف القطر خلاص عندك نصف القطر موجود عندك أيضاً المركز موجود بإمكانك إيجاد معادلة الدائرة إذا رح نكتب معادلة الدائرة باستعمال الـ H بخمسة والـ K بأربعة والـ R جبناه قبل شوي بكام ثمانية إذن معادلة الدائرة X نقص H لكل تربيع زائد Y نقص K لكل تربيع يساوي R تربيع نقوم بالتعويض عن H و K و R في النهاية X نقص خمسة لكل تربيع زائد أن Y نقص أربعة لكل تربيع كم يساوي في النهاية ثمانية تربيع طبعاً ممكن أن تفكر ثمانية تربيع تخليها ستعاش في النهاية رح تكون عندي صيقة ثمانية تربيع كم رح تكون أربعة وستين يعني ثمانية في ثمانية كم ثمانية في ثمانية أربعة وستين وبالتالي X نقص خمسة لكل تربيع زائد Y نقص ثمانية لكل تربيع كم يساوي في النهاية أربعة وستين تعوينوا شاهد هذا السؤال لاحظ معي بنفس الطريقة ولكن هنا قال لك أن المركز كم المركز هو سالب ثلاثة وسالب خمسة وتمر بماذا؟ بنقطة الأصل اللي هي صفر وصفر امتاز دعونا نشاهد أولاً نوجد نصف القطر باستعمال صيغة المسافة بين نقطتين وبالتالي R يساوي لاحظ معي بإمكانك أنك تختصر الموضوع تقول خلاص الصفر هنا شاهد هنا الصفر ناقص القانون إيش؟ سالب ثلاثة القل تربيع زائد صفر ناقص القانون سالب خمسة الكل تربيع وبكذا تبناها باستعمال الصيغة للمسافة بين نقطتين نقوم الآن بإيجاد قيمة R هنا R كم يساوي في النهاية بعدما يعني نفك التربيعات ونجمعهم في النهاية يطلع عندي R جذر أربع ثلاثين هذا هو إيش؟ نصف القطر نقوم الآن عندك الآن المركز وعندك نصف القطر توجد الآن المعادة للدائرة الـ H بسالب ثلاثة والـ K بسالب خمسة والـ R أنت أوجدت قبل قليل بجذر أربع ثلاثين صيغة المعادلة الدائرة X نقص H لكل تربيع زائد Y نقص K لكل تربيع يساوي R تربيع نقوم الآن بإيجاد قيمة أو إيجاد معادلة الدائرة X نقص القانون سالب ثلاثة سالب هذه تبع الإشارة الكل تربيع زائد Y نقص القانون سالب خمسة هذه سالب تبع الإشارة حكي الخمسة أو بالتالي نقوم الآن بتبسيط هذه الصورة ونشاهد أنه لدينا إشارتين سالب مضربات ببعض في النهاية ستكون موجب وهنا أيضا سالب في سالب ستكون عندي موجب وبالتالي هنا راح معي موجب وهنا أيضا موجب وتشاهد أن التربيع مع الجدر هنا سيختصر جدر أربعة وثلاثين تربيع يطلع عندي في النهاية كم أربعة وثلاثين وهنا أو جدنا ماذا معادلة الدائرة التي مركزها سالب ثلاثة سالب خمسة وتمر بالنقطة كم صفر وصفر دعوني نشاهد تأكد أكتب معادلة الدائرة في كل مما يأتي طبعا هنا معطيك معادلة الدائرة أعطاك أن المركز هو كم المركز اثنين وثنين وواحد وهذه الدائرة تمر بنقطة اسمها كم أربعة وواحد إذن بإمكانك الآن إيجاد إيجاد معادلة الدائرة باستعمال باستعمال صيغة المسافة بين النقطتين لكي نوجد ماذا نصف القطر دعوني نشاهد أول خطوة نوجد نصف القطر باستعمال صيغة المسافة بين النقطتين بعد ذلك هذه هي صيغة المسافة بين النقطتين نقوم الآن بنفرض أن الـ اكس واحد هي اثنين دعوني نشاهد اكس واحد هي اثنين وي واحد هي واحد وإكس اثنين هي أربعة وي اثنين هي واحد نقوم بالتعويض الآن عن قيمة المسافة بين المقاطين اللي هي R اللي هي نصف القطر نقوم الآن بطرح هل نشوف قاعدة إذن أربعة ناقص اثنين الكل تربيع زائد واحد ناقص واحد الكل تربيع الآن نقوم بإيجاد قيمة الر بتبسيط هذه الصورة إذن أربعة ناقص اثنين الكل تربيع بثنين تربيع وواحد ناقص واحد كم رح يكون صفر وبهنا اثنين تربيع بأربعة وصفر تربيع بصفر إذن اربعة تربيع اثنين تربيع بأربعة جذر الأربعة كم في النهاية رح يكون عندي وثنين هنا أوجدنا ماذا؟ أوجدنا نصف القطر خلاص الآن عندك إيش؟ عندك نصف القطر اللي هو ثنين وعندك أيضا المركز للدائرة بإمكانك الآن إيجاد معادلة الدائرة باستعمال هاتين المعلومتين إذن إتش بثنين وكي بواحد والآر أوجدتها قبل قليل بكم بأثنين نقوم الآن بكتابة معادلة الدائرة إكس ناقص إتش الكل تربيع زائد وي ناقص كي الكل تربيع يساوي آر تربيع عندك أنت الآن الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هذه هي معادلة الدائرة التي مركزها 2 و 1 وتمر بنقطة 4.1 إذن في هذا الدرس تعلمنا الصيغة القياسية لمعادلة الدائرة التي مركزها H و K و طول نص قطرها R تكون على النحو التالي X نقص H الكل تربيع زائد Y نقص K الكل تربيع يساوي ماذا؟ يساوي R تربيع R ذكرنا سابقا أن R هو نصف القطر بعض الأحيان يعطيك في السؤال ما يعطيك نصف القطر وإنما يعطيك القطر كامل فأنت تلجأ الآن إلى أنك تجيب نصف القطر اللي هو R نصف القيمة اللي عندك في السؤال ثم بعد ذلك تعوض فيها بالقاعدة إذن هذه هي مركز الدائرة وهذه نقطة تمر على هذه أو نقطة تمر أو الدائرة تمر بهذه النقطة ممكن بإمكاننا أن نأتي بالصيغة من خلال هذه المعلومات لن ننسى أنه بالإمكان أنه يأتي سؤال لا يعطيك أو ما يعطيك في السؤال نصف القطر ويعطيك مركز ممكن يعطيك مركز ويعطيك نقطة تمر عليها هذه الدائرة فأنت الآن لازم تجيب نصف القطر باستعمال هاتين النقطتين اللي هو المركز والنقطة التي تمر عليها هذه الدائرة باستعمال صيغة المسافة بين النقطتين قادر على إيجاد نصف القطر خلاص عندك R وعندك المركز بإمكانك أنك تجيب معادلة الدائرة باستعمال هذه المعلومات إلى هنا نكون أنهينا موضوعنا الجزء الأول من معادلة الدائرة شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته